إدلاب استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة تجمعا للإرهابيين قرب المنطقة الصناعية شمال شرق مدينة بنش ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين منهم الإرهابي خالد عبد الحميد سميسم هذا في وقت يواصل فيه ميامين الوطن تقدمهم على تستراد أريحة لاذقية وتطهيره من عبوات القتل التي زرعها الإرهابيون في المنطقة وخلال عملياتها من نوعية تمكن بواسل الجيش العربي السوري من فرض السيطرة على عدد من القرى الواقعة على أطراف الطريق وملاحقة ما تبقى من فلول عصابات الإرهاب المرتزقة بخطوات قوية وواثقة وهمة عالية يتابع الجيش العربي السوري تطهير الأراضي السورية من مرتزقة جبهة النصرة الإرهابية جغرافيا اللاذقية أوتستراد أريحة هنا يقوم أبطال الجيش بملاحقة المسلحين الإرهابيين في المزارع وعلى أطراف الطريق ويدخل الجيش إلى قرية رأس المقطع ليتابع ملاحقة فلول المسلحين الذين لم يتركوا بلدة آمنة إلا وهجروا أهلها وسرقوها بعد أن عاثوا فيها فسادا اليوم وبضربات وتحركات دقيقة قام الجيش العربي السوري بعمليات على الأوتستراد وتقوم وحداته بتفكيك عشرات العبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بعد أن فجروا جسر بلدة بسنقول كما تابع الجيش سيطرته على مناطق شاسعة في المنطقة حيث بسط سيطرته على عدد من القرى على أطراف الطريق وسيطر بالكامل على بلدة بسنقول وكفرشلايا القديمة ورأس المقطع وإرم الجوز ويتم حاليا تأهيل الطريق وإعادة ترميمه ومتابعة فلول الإرهابيين بيد من حديد يضرب الجيش العربي السوري بإيمان بعقيدة بكلمة حق يضرب كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن البلد وإرهاب مواطنيه لتكون كلمة أبطال الحق هي العليا في ساح القتال